دشنا بمحافظة أرخبيل سقطرة الوحدة البيولوجية لفحص بي سي آر في مركز العزل الصحي بالعاصمة حديبو بحضور وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرة الأستاذ رائد الجريبي ووكيل المحافظة العميد روكن صالح علي سعد ووكيل البيئة بالمحافظة الأستاذ عبد الجميل عبد الله والدكتور سعد عامر مدير مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة وفي التدشين أشاد وكيل أول محافظة أرخبيل سقطرة الأستاذ رائد الجريبي بدور المملكة العربية السعودية الشقيقة التي ترفد القطاع الصحي بالأجهزة والمعدات الطبية عبر مركز الملك سلمان للغاثة والأعمال الإنسانية لمجابهة فيروس كورونا الذي يهدد الأرخبيل بدخوله وأشار الجريبي إلى ضرورة تكثيف الجهود والتنسيق مع المستشفيات للوقوف صفا واحدا في مواجهة الفيروس الفتاك الذي قد لا يترك الأرخبيل بخير إن لم يتم التصدي له من خلال إدخال الأجهزة التي ترصد الفيروس في الخدمة وإنشاء غرفة فحص في منفذي المطار والميناء لفحص المسافرين القادمين من المحافظات الجمهورية والدول الأخرى وكما أوضح مدير عام مكتب وزارة الصحة العامة والسكان بالمحافظة إلى أن مركز العزل مستعد للتنسيق مع أي جهة داعمة لتشغيله وإدخاله في الخدمة مشيرا إلى أن المركز سيقف في مجابهة الفيروس قبل وصوله إلى الأرخبيل ويعمل على الحد من انتشاره ترجمة نانسي قنقر